كثير من المرات سألوني الناس وربما نسيت باش نجاوب قالوا لماذا يسموه ناصر الجن لأن بعض الناس خاصة ذباب يحب ينفخوا ناصر الجن هذه القصة انتاحها باختصار بسيط أنهم راحوا دخلوا على أسرة من جهة برج كيفان وهذا الأسرة كانت مدايرة لباروداج كما تعرفوا الجزائر في التسعينات كلهم بدأوا يديروا الباروداج فكانوا داروا الباروداج من عدة نواحي فما قدروش يكسروا الباب والباب حديد فهو راح تخل من الخلف ولأنه كان ضعيف جدا يعني هزيل جدا في جسده فقدر يمر ما بين لبارودودخلوا فتح لهم الباب لأنه أهل البيت ما كانوش في الدار كانوا فيها أطفال فقط والأطفال خافوا فما فتحوش فلما فتح الباب أصحابه قالوا لا تقول هذا تقول الجن هذا ناصر تقول جن بمعنى أنه استطاع أن يدخل ما بين الحداد الصغار هذا ما كان هذه هي التفخيم من ناصر الجن هو أنه نقز كما يقولوا صوت من نافذة كانت بالبروداج وهو ضعيف تخل واستطاع أن يفتح الباب وهو لأنه كان بريتنون تاعه كان ذباح في المخابرات كانوا مسمينه ناصر فأوليت ناصر الجن هذه ناصر الجن اللي يرى بالمناسبة يدير في مجموعة من ثورة المضادة اللي يقلبوا على عقابهم واللي شريتهم من المخابرات ببعض الوعود اللي يقلبوا على عقاب المخابرات ببعض 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 المخابرات